اهلا بكم على قناة مرجانة فن وصفة اليوم من الحلويات الجزائرية اللي باللوز لديدة بزاف واقتصادية بكوب لوز مطحون تعطيك 34 حبة نشوفوا الطريقة عدنا 250 غرام دقيق يعني كوبين مع الفانيلا ملعقة صغيرة من السكر رشة ملح 125 غرام زبدة باردة نخلطها مع بعض حتى نتحصل على هذا الشكل ضيفي بيضة واحدة وواصل الخلط حتى تتحصل على عجينة طرية غل فيها وحطيها بالتلاجة ترتاح شوية نحطر حشوة اللوز عدنا 100 غرام زبدة طرية مع 100 غرام سكر نخلطها كلها مع بعض ونضيف بيضة بيضة واحدة مع 100 غرام لوز مطحون و2 ملاعق كبيرة من المايزينة أي من النشاء خد العجينة السابقة وصرحيها بالحلال ثم أخذي طابع مدور وقطعي دوائر بهذا الشكل خذي قوالب التاختلات وغل في بالعجينة قطعي الزوائد طبعا أنا مدهنش القوالب لأن العجينة فيها زبدة لكن إذا خفتوا تلسقوا حبيتوا تدهنها عادي دهنوا القوالب لكم كل الاختيار نحشي بحشوة اللوز ونزينها برقائق اللوز المحمصة نحطها بصينية وإلى الفرن مدة 20 دقيقة أو حتى تتحمر في الأخير بعد الطهي نلمحها بالجالي أو مربى المشمش ونزينها بالكارز دائما تزين حسب الرغبة والاختيار وصرتنا جاهزة طرية وبنينا إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات كما أتمنى أنكم تتابعوني على السوشال ميديا فيسبوك والإنستجرام ونضموا إلى مجموعتنا بالفيسبوك كل الروابط بسندوق الوصف نشوفكم في وصفة جديدة قريبا وإلى اللقاء